بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أحببتي رحكم بخير وكامل مهنيين كما رحكم تشوفوا اليوم رح نديروا تكتوك الكرم ها تكتوكا تازمان بكري وانتوما اللي هنا كيمة تحبو تموضي فيها أنا قدرتها بطريقة تازمان بكري طريقة الأصلية وتوما اللي حبيتوا تزيدوا فيها اللي عندها بيونداشي تقدر تزيد لها اللي عندها بولياشي لعدينداشي للفرماج ويش تحبو تقدو تزيدو لها لها أنا قدرتها على الطريقة الأصلية تحاو ستقوني تخرج تانيك ما شاء الله تخرج روعة روعة كما نعرفو الكرم ما يحبوش يكلوها بزاف الناس بهذه الطريقة ستقوني غير بزاف يعني الناس اللي ما يكلوش الكرم كلوها نبدو على بركات الله بسم الله هنا قبل كل شي تحكمو الكرم كما تحبو على حسب أفراد العائلتاكم أنا أخذت واحدة متوسطة نحيت منها النصبر كما راكوا تشوفو نحيت لها ذيك الباختي الخشينة اللي من الفوق اللي باش تكون مشدودة وتقدروا تانيك تنحيو هكدا يا اللي تخي هادو ما اللي تصيبوهم تانيك شوية خشان ليجيوا علي يديكم برك هكدا مشي مشروط تقدروا تنحيوهم تانيك ومبعد تبدو تقطعوها أنا هنا قطعتها على ثلاثة هاد الكرم التاعي ومبادعة وتحكمتها وقطعتها رقيقة كما نقطعوها السلاطة تماما هكدا يا كما نقدروا سلاطة الكرم نقطعوها بهذه الطريقة ولا تقدروا تقطعوها تانيك رقيقة على هكدا هكدا نحكمها نقطعها هنا يعني وريتها برط المبتدئات بش يعرفوا كيفش وشاني نقصد وشاني حابا نلحق لهم كمعلومة بعد ما قطعت كامل هادك الكرم التاعي كنت أنا خسلته من قبل تقدروا ما تغسلوش تقطعوه قبل وبعد تحطوه في كسكس وتشللوهم مليح مليح وبعد تحطوه في المقلة كما حطيتونا يدوك الهنايا بعد ما نحطوه في المقلة نزيد الهنايا عليه أربع مغارف تاع زيت المائدة ونبدأ دوك اللي هنا نقلي فيه مليح مليح حتى يعطيني هادك اللون الدهبي تشوفو هكدا شغل بداي يرجع في اللون الدهبي ومامتوه هنا نارتكم توسطه بش ما يخرج لكمش المتاعو لحطيتوه نار قليلا راح يطيب لكم ما راحش يتقلالكم هكدا قلوه حتى توصلوا لهالدرجة انكم تشوفوه بداي يعطيكم اللون هادك الدهبي ويدبال تانيك شوية نزيد عليهم اللهنات تلك البصلات انا اخذتوه من هنا متوسطين قطعتوه هم تانيك ان بتي ده يكونوا شوية رقاق هكدا بشي طيب النا تم هاد الفطور ولا العشاوش تحبوو تديروه سواء الفطور ولا العشاكم نحط هادك البصل تاعين خلطوه مع الكرم مليح مليح وبعد نخليه يدبالي تانيك شوية لازم يزيد يدبالي لهنا شوية باش ننقص لها كونتيته باش نعرف كيفاش نملح ودايمن النار تكون على نار متوسطة باش ما يخرج ليش تانيك البصل المال تاعوه لازم يتقلى ماشي طيب في الماء حكم تانيك اللي هنا تلتحبيبات تعال الفلفل اللي حلو تقدروا تلعبوا بالالوان اللي هنا اللي ما عندهاش تقدر تديروه لأخضر برك نزيد قطعتو تانيك شرائح رقيقة هكدا بشي طيب اللي يتمتم قدلكم نفطروا ولا العشا ونزيد نخلط ونخليهو من الهنا يدباله تماما حتى يدخلوا ليه حتى يلحق لي الطياب بتاحهم كينشوفوا ماكدكو احد الخمس سقايق بقليل الطياب هنا حتى يدبالي مليح شوية ان منلحوه نرجع للنار اللي هيك ونروح نخدم لعصوص تاعي لازم ان منلحوه باش ما يطيب الناس صامت هنا دوكو نروحوا لعصوص تاعنا حطيت فيها ثلاث مغارف تاع الزيت نحط هدا الكروم يحب شوية التوم حطيت فيها ربع عفصوص تاع التوم يكونوا كبار ونقليهم شوية ما لازمش ما نفط يلحقوا اللون ذهبي هكذا بسكلو كان تقليوها بزب بزب ولا تتحرق لكم ولا اخلاص ما فسدت الاكلت تاعكم هكو تشوفوا ماكتاش يعني غير نخلط فيها نقعد هكذا نخلط نخلط فيها هكذا بش ما تتحرق ليش وغير نشوفها برك بدتها هكذا بك شوية رح يتبدى اللون التحرق هكو تشوفوا نحط عليها التوماطيش كنت وجدتها من قبل لازم توجدوا التوماطيش قبل اللي هي زوج حبات متوسطين نحيت لهم القشرة عصرت لهم زريعة تاحهم وقطعتهم هكذا يعني هم بتي دير قاق بززاف ونحطهم دي غاكتو معنطو على التومتاعي التوماطيش راهي فيها الماء شوفوا ما حاش تحرق لي دوك التومتاعي ما نخفاش وما متون نخلط من دك هدك الخالي تتاعي اللي تاع تكتوكا تاع الكروم ونعود نرجع لهنا التوماطيش على نار قليلة توماطيش والكورومرة هو على نار تحت المتوسط دوكا تحطيت هدك البصل وتخلطه ودباله وحطيت الملح بزيت نقص له شوية النار وخليته مرامية تقلى من دك نحرك هذا ومن دك نحرك الاخراء توماطيش تاعي إن في التوماطيش تتقلى ملح 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 مزيت لها شوية نبدأ نتبل فيها هنا حطيت البابريكا الحلوة يهو الفلفل الحمر الحلوة زيت اللي هنية شوية طارق صبر تقضوا تزيدوا الفلفل أسود أنا اللي هنية ما زيتش الفلفل أسود زيت اللي هنية الفلفل دريس شوية بابريكا الحارة الحمرة الحارة وزيت راس الحانوت وحطيت هكده قص نص كاست علمة نخلط هكو تشوفوا اللي هنية ولاتلي إنسوس تقيلة دوك اللي هنية منحبس ما زيت نقلي محتى حاجة نحيها هكدايا أبا بعد ما نخلطها ملح ملح كما راكوا تشوفوا وملحت شوية برقص طماطيش والتوم هدا ما كان بس كل ملح راني ملح ملح اللي هنية دوكا تكتوكا تاعي على بها ما لازمش نحط بزافت على الملح في الطماطيش وبعد نعود نحكم هذك القدر اللولاني المقلة التاعي اللي كان في هذك الخالطات ونحط عليها هذك طماطيش ونخلطها ملح اللي هنية نقص النار ونخليها تتجمر هكداك وحد الخمس دقايق حتى السبعة حتى العشرة دقايق يعني على نار قليلة وانتو ما تجمروا فيها باش تشربوا ملح هذك طماطيش وانتو ما يطيبوا ونخرج لكم من ارواع ما يكون صدقوني تخرجوا رواعا دوكا اللي هنى بعد ما طابلت لي تكتوكا تاعي وانتو ملح نزيد عليها شوية حشيشان معدنوس كي نزيدو غير الحشيشان مقطفة وحدها انا هنا نحب نخلطها انا حشيشان مقطفة ندراغي في الشربة وحدها وكي ندفلها هكدا ليستحقوا غير الحشيشان مقطفة بس حكا هكدا يكيد خلطيهم حشيشان معدنوس تخرج لكم من ارواع ما يكون نخلطها وزيت عليهم لمسات مغرفة زيت زيتون مرحش يبان ستقوني فوق الحشيشان معدنوس هذيك زيت مغرفة زيت زيتون خلط كل حاجة ودوك نفقسها لها البيض هنا بكري كي كان البيض الخيس وكي نواجد مليه يديروها غير بالبيض زيت هذك البيض يبان معها هذك الحمورية تخد شابه ما شاء الله ويصفر يعني مكترش بزا ودوك كي ما كاش البيض انا في قصتاليات لات احبيبات البيض خلطت قبل بايض وانا هنا اللي يحبو اسمهم البيض تحهم يكون شوية هكدا خضار تقضوا تخليوا هكدا يا انا ولدي يحبوه طايب خلطوا كامل وحركت كامل هكدا وزعتوا كي ما نقولوا عد شكتوكات تاعين قصتلها الغاز خليتها داك البيض طاب وانا تجاركوا تشوفوا فيها من ارواح ما يكون ستقوني تشكتوكات استهلت الجوبة تقدو تزيدوا الفرماج لهنا كي ما قلت لكم تقدو تزيدوا اللحم المفروم انا هنا مزدت لفرماج لحتى حاجة اعطيتها لكم اصلية كان هدا هو على فيديو تعنهار اليوم ما تنسونيش حبيباتي بجام اه ابوني باش يوصلكم كل جديد تانا دومتم في رعاية الله وحفظي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته